اشتركوا في القناة ومن مطولا صرف فيه وقت بذل فيه مجهود وطني حادب وخالص وبشفافية عالية وبصراحة مهمة بين كل شركاء المرحلة الانتقالية والذين تكاشفوا من أجل أن يبلغوا أهداف ثورتهم أهم ما خلص إليه الجميع أن هذه شراكة حقيقية الشراكة بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية شراكة حقيقية الجميع ماضون وجادون في أن تكون هذه شراكة تفضي لنجاح الشعب السوداني ولا تحقيق أهداف ثورته التي بذل من أجلها شبابنا وريالنا ونساءنا الدماء العزيزة والدموع والعرق وبالتالي الجميع أكد على قوة وتمتين هذه الشراكة وبالضرورة في يوم 30 يونيو بإذن الله ستكون هناك غرفة مشتركة من كل المجموعات الشركاء الفترة الانتقالية للمتابعة المشتركة لهذا اليوم من الناحية الإعلامية ومن الدعم السياسي ومن مختلف المجالات وأيضا تكاشفوا على ضرورة أنهم أن يسموا لمستوى هذا الشعب الجميل الصابر وحيوا أيضا النجاح الكبير الذي تم في مؤتمر الشركاء والتقديم الذي يستحق الشعب السوداني للعالم وعودة إلى علاقة محترمة وندية مع كل العالم قائمة على التعاون وقائمة على الشراكة ليس على فقط المنح ولا الصداقة إنما أيضا هذه المعاني كلها حيوها وحيوا أيضا الجهود الحادبة التي قامت بها الحكومة التنفيذية في نجاح هذا المؤتمر الذي أشرف عليه الجميع وأيضا على النجاحات الكبيرة التي قام بها السودان في سد النهضة كل هذا يعزز معاني إنجازنا لهذه الثورة العظيمة بما يستحق الشعب السوداني ولذلك أيضا تقرر أن يكون هناك خطاب مهم من السيد رئيس الوزراء بهذه المناسبة تخاطب القضايا التي رفعت عبر المذكرات المهمة والوطنية والواعية التي تقدمت بها قطاعات لجان المقاومة وأسر الشهداء وغيرهم ولذلك أيضا قرروا أن تتواصل هذه الاجتماعات لمخاطبة كل المشاكل بما يخاطب الإصلاح الفترة الانتقالية وبما يحقق تطلعات الثورة وذلك هناك عدد من المشروعات والمبادرات بما فيها العقد الاجتماعي الجديد بما فيها المبادرات التي تقدمت بها مختلف القوى السياسية ومبادرة جامعة الخرطوم وغيرها كلها ستكون بإذن الله هي الهادي ليصل كل أطراف الفترة الانتقالية لتعزيز شراكة حقيقية تفضي إلى نجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة كما جاءت في الوثيقة السورية ترجمة نانسي قنقر